في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أي قل للمشركين قل لهؤلاء الصاد دين الناد دين عن عبادة الله تبارك وتعالى قل لهؤلاء الذين يعبدون الأصنام الذين يعبدون ما لا ينفع ولا يضر قل لهؤلاء قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا الاستفهام أندعو استفهام نفي أي لن ندعو وتوبيخ وتأييس يعني لن نفعل ذلك وقال أندعو ولم يقل أدعو ليشرك معه المؤمنين لأنهم يريدون أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله ويريدون أن يترك المؤمنون كذلك عبادة الله كما قال الله تبارك وتعالى عنهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لا يمكن أن أعبد ما تعبدوا وهناك ذلك ذكر الدعاء وهناك ذكر العبادة والدعاء هو العبادة فلما ذكر الدعاء لا يقصد الدعاء وحده وإنما يقصد الدعاء كمثال وإلا كل العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى قل أندعو من دون الله أي غير الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي لا ينفعنا إن دعوا إن طلبنا منه ولا يضرنا إن تركنا ليس بيده نفع ولا ضر هذه الأصنام بشتى صورها وأشكالها شمساً قمراً حجراً شجراً حيواناً أدمياً ملكاً اللي كون أي شيء يدعى من دون الله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف يملك لغيره نفعاً أو ضراً ومن عجيب ذلك ما وقع لإبراهيم خليل الله عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت يعني مشهورة عندهم وأبوا ذلك وقام بتكسير تلك الأصنام وتحطيمها هل انتصرت لأنفسها فضل عن تنصر غيرها لا وإذا ما جاءت جاء أمر غريب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم فهي لا تنتصر لنفسها فكيف تنصر غيرها هم يصنعونها هم يحمونها هم يدافعون عنها فما فائدة عبادتها إذا إلا خلل وذهاب تام للعقل البشري يعطيهم الله العقل الذي به والقدرة والذي به يصنعون هذه الأصنام ثم يتركون عبادة من خلقهم فيعبدون ما صنعوا يعبدون ما هو أسفل منهم هم يعني أرقى المخلوقات بعد الملائكة أرقى المخلوقات الأرضية الإنسان فيأبى إلا أن يعبد ما هو دونه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء أولئك وذهاب عقولهم وكيف أن الشياطين استهوتهم أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فيها أن النافع الضر هو الله بيده النفع بيده الضر سبحانه وتعالى وقد مر بنا وإي يمسسك الله بخير فأر43 فأرى أدى لفضح سبحانه وتعالى أبدا فالله بيده الخير وبيده الضر سبحانه النفع والضر بيده سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا هو سبحانه وتعالى ثم يترك ويعبد غيره جل وعلا هذا فيها يعني هذه الآية فيها الكلام أنه أين عقولكم أين يذهب بكم قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله الرد على العقب هو ما يسمى بالقهقرة والرد على العقب غالبا يطلق ومراد به الخسارة وهو مثل الإحجام بعد الإقدام سيقدم على الشيء ثم يحجم هذا رد على عقب البخل بعد العطاء رد على عقب الجبن بعد الشجاعة رد على عقب فالرد على العقب هو من محمدة إلى مذمة هذا الأصل فيها هذا الرد على العقب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى لأصحابه أن لا يردهم على عقابهم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم فذكر أن الرد على العقب هنا الرجوع إلى الشرك بعد أن هداهم الله للإيمان فعقب الشيء آخره ومنها عقب القدم العقاب وأخرة القدم فعقب الشيء ما يأتي بعده وإذا قال الله والعاقبة للمتقين أي ما يأتي ما يأخذونه في آخر المطاف وهي الجنة عاقبة الشيء آخر الشيء ومنها العقوبة لأنها يأتي بعد الدم فكل شيء يأتي بعد فهو العقب فهنا الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله أي نترك الخير الذي وجدناه بالإسلام واتباع هذا الدين العظيم ثم نرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله بعد أن بينا الله تبارك وتدنا الطريق الصواب والحق بعد إذ هدان الله ثم قال سبحانه وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا هذا مثال الآن يمثل الذين دخلوا في الدين ثم يراد أن يردوا على أعقابهم يقول هذا بالضبط يشبه الذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا استهوته وفيها قراءة استهوته واستواه استهواه استهوته أو استهواه الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران استهوى السين والتاء هنا للطلب مثل استعلم استطعم استقوى السين والتاء للطلب استهوته أي طلبت إهواءه وهنا استهوته من الهوى أو من الهوي يعني طلبت أن يتبع الهوى أو طلبت أن يهوي على وجهه من الهوي وكالأمرين وارد لأن من اتبع هواه فقد ضل من اتبع هواه فقد ضل فرأيت من اتخذ إلهه هواه واتباع الهوى دائما ضلال وأما الحديث المشهور عند الناس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فهذا في الإنسان الذي يغلب هواه في الإنسان الذي يغلب هواه حتى لا يأمره إلا بخير مع أن الحديث ضعيف لا يثبت لكن القصد أن حتى لو ثبت هذا الحديث فإن المقصود أن يغلب هواه فلا يأمره إلا بخير كما في الحديث المشهور أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها أجاءك شيطانك قالت أولي شيطان؟ قال لكل إنسان الشيطان كل إنسان معه شيطان والمسمى القرين قال لكل إنسان شيطان قالت حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ونختلف أهل العلم في معنى أسلم أن الله أعانني عليه فأسلم منه أو إن الله أعانني عليه فأسلم أي دخل في الإسلام هذا الشيطان والأول أقرب والعلم عند الله جل وعلا لكن الشاهد من هذا أن الهوى الأصل فيه الضياء اتباع الهوى الضياء فاستهوته الشياطين أي ضيعته ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو التهوي به الريح في مكان سحيق فالهوي السقوط وهنا يقول الله تبارك وتعالى كالذي استهوته أي ألقت به الشياطين في مكان سحيق أبعدته عن الخير كالذي استهوته الشياطين وفي الأرض حيران حيران يعني لا يدري أين يتجه كيف إنسان في مفازة أي في البرية والنجم ما يدري أين يذهب حيران يأخذ طريق الشمال أو الجنوب الغرب أو الشرق لا يدري يمين شمال أمام خلف لا يدري حيران هذا كذلك استهوته الشياطين حيران طيب لماذا هذا حيران لأنه له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا تعال عندنا الهدى لكن هؤلاء الأصحاب صنفان صنف ضال مضل يقول الهدى عندنا وصنف صالح تقي يقول الهدى عندنا وهو لا يستطيع أن يتخذ القرار مع هؤلاء أو مع أولئك وهنا تأتي خطورة اختيار الصديق اختيار الصديق هنا تأتي خطورته من هو الصديق الصادق من الصديق الذي أنجو معه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على ديني خليله لأنه يسحبه وقيل الصاحب سحب يسحب الذي معه وهذا له أصحاب يدعونه هل يقول تعال معنا الهدى والثاني يقول تعال معنا الهدى حتى الضال للمضل يقول تعال عندي الهدى تعال عندنا الطريق الصحيح عندنا الطريق السليم حتى إن أحدهم يقول لآخر وهو من من يقول بوحدة الوجود ويعني كلام خطير جدا أن كل شيء الله وأنه الله يحل في الموجودات وغير ذلك من الأمور فينصحه أحدهم يقول دع هذا الأمر فيقول اتبعني أهدك صراطا سويا أهدك يقول صراطا سويا وهو صراط سويا الكفر الذي يدعو إليه لكن يسميه صراطا سويا وهنا كذلك له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا تعال عندنا الهدى عندنا الهدى فهو له أصحاب صالحون يقول تعال معنا الهدى وأصحاب طالحون ضالون مضلون تعال عندنا الهدى فهو حيران لا يدري أين يذهب يقول الله تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا كل فريق يقول له تعالى إن دعنا الهدأ حسم الله تبارك وتعالى هذا الأنف قال قل إن هدى الله هو الهدى شوف اللي يدعوك إلى الله هو الصادق لأن هدى الله هو الهدى دع عنك الشياطين دع عنك رفقاء شوف من يدعوك إلى الله هذا هو الهدى لماذا قال لأن الله هو صانعك هو خالقك وصاحب الصنعة أعلم بها صاحب الصنعة أعلم بها بما تحتاج إليه ما يصلحها ما ينفعها الذي صنعها وأعلم بها حتى الحين في حياتنا اليومية الحين سيارة غسالة ثلاجة كمبيوتر أي شيء من هذا الأشياء تقول شوف مصدرها وين الكاتالوجي اللي معاها الكتاب الذي معاها هذا ألم الذين صنعوها هم أعلموا بها فكيف بما خلق الله تبارك وتعالى لا شك أنه أعلم سبحانه وتعالى الله عن المثل جل وعلا فالله جل وعلا يقول لهم الهدى هدى الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الله قل إن الهدى هدى الله هذا الهدى الحقيقي هدى الله سبحانه وتعالى وهنا كذلك يقول إن هدى الله هو الهدى أي الهدى الحقيقي الهدى الصح هدى الله سبحانه وتعالى ثم قال وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ولم يقل لنُسْلِمَ لِلَّهِ وإنما نبه على الربوبية أسلم لمن خلقك لمن صنعك لمن بيده حياتك وموتك لمن بيده نفعك وضرك يذكرنا بالربوبية بأنه الرب الخالق البارئ المصور المعطي المانع المحي المميت النافع الضار تذكر هذا الذي يعرفك هذا الذي أعطاك هذا الذي خلقك هذا الذي صورك سبحانه وتعالى لنسلم والإسلام والاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى